بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدكتور الثامن والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وفي مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبرك فيكم كنا مع المؤلف في فصل عقده في باب الخيار ومضى معنا منه قوله ومن اشترى مكيلا ونحوه صحى ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وإن تلف قبله فمن ضمان البائع وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإن ضاء ومطالبة مطلفه ببدله ووقفنا مع شرح الشيخ عند قوله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد تقدم أن المبيع على قسمين قسم الأول ما يحتاج إلى حق توفية وهو الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع فهذا النوع لا يجوز تصرف المشتري فيه حتى يقبضه قبضا تاما بالكيل لما يكال والوزن لما يوزن والعد لما يعد والذرع لما يذرع فإن تلف قبل القبض فإنه يكون من ضمان البائع لأن المشتري لم يتمكن منه وإن تلف بآفة سماوية فإنه لا عهدة على البائع لأن هذا لا قدرة له على منعه فيبطل البيع فيه وإن تلف بفعل آدمي فإن المشتري يكون بالخيار بين أمرين إما فسخ البيع والرجوع بالثمن على البائع لأنه لم يتمكن من قبض المبيع وبين أن يمضي البيع ويطالب المتلف بالبدل هذا القسم الأول القسم الثاني ما لا يحتاج إلى حق توفية أي لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع مثل السيارات والمباني والملابس والحيوانات وغير ذلك من أنواع المبيعات فهذا للعلماء فيه قولان القول الأول أنه مثل النوع الأول لا يجوز تصرف المشتري فيه قبل قفضه لأنه مثل ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ولعمو قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم قوله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم هذا دليل على الشراط القبض في جميع المبيعات من مكيل وغيره ولما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما حديث الكيل والوزن قال وما أظن سواه إلا كذلك وما أظن ما سواه إلا كذلك يعني من المبيعات فكل المبيعات لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها إلا بعد أن يقبضها قبضا تاما ويخرجها من عهدة البائع ويقطع علائق البائع بها وهذا لا شك أنه أحوط وأتم وأبعد عن النزاع وأسعد بالدليل وهذا ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم وجمع من المحققين هذا القول الأول القول الثاني أن هذا يختلف عن النوع الأول فلا يحتاج إلى قبض ويجوز للبائع بعد العقد الصحيح أن يبيعه وأن يهبه ولو لم يقبضه وإنما القبض خاص بالمكيل والموزون والمعدود والمذروع قالوا بدليل حديث بن عمر كنا نبتاع الإبل بالبقيع بالدنانير ثم نعتاض عنها الدراهم أو بالدراهم ونعتاض عنها الدنانير فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بذلك إذا بيعت بسعر يومها ولم يتفرق وبينهما شيء قالوا فهذا بيع قبل القبض فإن فإن صاحب الحق باعه على من هو في ذمته قبل أن يقبضه واعتاض عنه الدراهم أو الدنانير ولكن الصحيح هو الرأي الأول أنه لا يجوز بيع أي سلعة حتى يقبضها المشتري قبضا تاما ويحوزها إلى رحله وذلك أتبع للدليل وأبعد عن النزاع نعم هذا الأول صحيح أو راجح نعم نقول الأول أنه هو الصحيح والثاني باطل أو الأول راجح والثاني مرجوح الأول هو الراجح وهو الصحيح من حيث الدليل نعم ثابكم الله يقول وإن تلف ما عدى المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه هذا من ثمرة هذا القول أنه إذا لم يشترط القبض إذا لم يشترط القبض فيما عدى المكيل والموزون ونحوهما إذا لم يشترط القبض وتلف المبيع قبل قبضه فإنه يكون من ضمان المشتري يكون من ضمان المشتري أن يتلف عليه لأنه تلف بعدما ملكه ولم يشترط القبض فهو من ضمانه على هذا القول هذا هو ثمرة الخلاف إلا إذا منعه البائع من قبضه إذا تلف ما عدى المكيل والموزون ونحوهما قبل القبض وقد منعه البائع من قبضه حتى تلف فإنه يكون من ضمان البائع لأن المشتري لم يتمكن من حيازته ومن السيطرة عليه بسبب منع البائع فحينئذ يكون من ضمان البائع لأنه متعد بمنعه للمشتري من قبضه نعم أحسن الله إليكم قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر بذلك ما يحصل به قبض المبيع سواء اشترطناه قبل تصرف المشتري أو لم نشترطه ما هو الذي يحصل به القبض قال قبض كل شيء يكون بحسبه فقبض ما يكال بكيله وقبض ما يوزن بوزنه وقبض ما يعد بعده وقبض ما ينقل بنقله وقبض ما يدرع بذرعه وقبض ما لم ما لا تجري عليه هذه الأمور بالتخلية التخلية وذلك يعني الشيء الذي لا ينقل ولا يعد ولا يوزن ولا يكال ولا يدرع ولا ينقل مثل الأراضي والبساتين والدور والحوانيت ونحو ذلك فهذه قبضها بالتخلية بأن يعطيه مفاتيحها ويخلي بينه وبينها فهذا فهذا هو قبضها نعم قال وفي صبرة وما ينقل بنقله هذا ما ذكرنا هذا قلنا ما ينقل فقبضه بنقله كالحيوانات والسيارات والملابس وغير ذلك كل ما ينقل فقبضه بنقله نعم وما يتناول بتناوله وما يتناول كالجواهر والأشياء التي تأخذ باليد فقبضها بتناولها باليد نعم وغيره بتخليته بتخليته غير هذه الأمور مما لا ينقل ولا يكال ولا يعد ولا يذرع ولا ينقل ولا يتناول كالأراضي والبساتين والدور فقبضها بالتخلية بأن يمكن البايع المشترية من دخولها ويعطيه مفتاحها إن كانت مما يغلق أو إن كانت أراضي بإضافة إنه يخلي بينه وبينها نعم والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة الإقالة هي رفع العقد الإقالة معناها رفع العقد وذلك إذا مثلا تندم المشتري وطلب من البايع أن أن يسامحه من هذه البيعة وأن يأخذ سلعته ولا يطالبه بثمن هذه هي الإقالة وهي مرغب فيها وفيها أجر قال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأن فيها توسعة على المعسر وعلى النادم فإذا سامحه البايع ورفع العقد وأنهاه ولم يطالبه بشيء وأخذ سلعته فإن هذا مرغب فيه لما فيه من التيسير على المسلم وهي فسخ وليست بيعا هي فسخ وإذا كانت فسخا فإنها لا تترتب عليها أحكام البيع فتكون بمثل الثمن فإن كانت بأكثر من الثمن فإنها حينئذ تكون بيعا فلو قال أنا أقيلك لكن بشرط أن تعطيني زيادة على الثمن أن تعطيني زيادة أنا أقيلك إياها بشرط أن تعطيني كذا وكذا من النقود فهذه تكون بيعا وليست فسخا أما لو قال أنا أقيلك ولا أطالبك بشيء فهذه هي الإقالة نعم يعني قولها أن يسترد منه شيئا من المال قال أنا لا أقيلك إلا بشرط أن تعطيني كذا وكذا من الثمن أو تعطيني كذا وكذا من المال وأقيلك فهذه تكون بيعا وليست إقالة والصورة صحيحة شرعية تكون بيعا تصح بيعا نعم تصح بيعا وتنطبق عليها شروط البيع نعم قال تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن وتجوز أيضا قبض قبض المبيع سبق أنه إذا اشترى طعاما مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا لا يجوز له التصرف فيه قبل قبضه فإذا أقاله قبل القبض صح لأن هذا ليس بيعا نعم نعم ولا خيار فيها ولا شفعة كذلك من ثمرات أنها فسخ لا يدخلها الخيار لأن الخيار إنما يكون في البيع وهذه ليست بيعا نعم ولا شفعة ولا شفعة إذا كانت مما تدخله الشفعة كالعقارات ثم البايع أقال المشتري ورجعت إليه أرض فليس لأحد من شركائه أن يشفع عليه لأنه لم يشتري هذا الشخص وإنما استرده بالإقالة فقط نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله باب الربا والصرف نعم هذا الباب باب عظيم وهو باب الربا وهو باب الربا لأن بعض البيوعات يدخلها الربا فلذلك أتبع المصنف باب البيع بباب الربا لأنه نوع من المعاملات والربا في اللغة هو الزيادة قال سبحانه وتعالى وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني ارتفعت ومنه الرابية وهي الأرض المرتفعة فالربا هو الزيادة وأما في الشرع فالربا هو زيادة في مال مخصوص هو الأموال التي ياتي بيانها وليس كل زيادة محرمة في الشرع وإنما هي زيادة مخصوصة في مال مخصوص نص عليها الشارع والربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين في مطلع الآيات قولوا سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا كان على الرجل دين وحل أجله إذا كان على الرجل دين مؤجل وحل أجله ولم يستطع السداد فإنه يقول له إما أن تربي وإما أن تسدد فإن لم يسدد فإنه يزيد عليه الدين ويؤجله مرة أخرى ثم إذا حل المرة الثانية زاده عليه وأجله إلى أجل ثالث وهكذا حتى تتراكم الزيادات على المعسر بدون أن يحصل على نفع أو مقابل من وراء تلك الزيادات فتتراكم الديون وتزيد في ذمته من غير أن يحصل على فائدة وإنما القوي يستغل ضعف الفقير وحاجة المحتاج فتتراكم الديون على المعسر الله جل وعلا أفطل هذا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إذا كان المدين معسرا فإنه لا يزاد عليه الدين ويزاد فقرا إلى فقره وإنما ينظر إلى أن يوسر هذا حكم الله سبحانه وتعالى فنظرة إلى ميسرة وإن أعفاه التاجر أو الداين أعفاه وسامحه فهذا خير له هذا خير له وأن تصدقوا خير لكم سماه صدقة وحرم الله وحرم الله الربا سبحانه وتعالى تحريما باتا وتوعد عليه بأنواع من الوعيد وصفه بأنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك إذا قام الناس من قبورهم فإن آكل الربا يتضخم بطنه فلا يستطيع المشي مع الناس وإنما يقوم ويسقط ويقوم ويسقط لتلخم بطنه بالربا والعياذ بالله وهذا من باب من باب إظهار عقوبته أمام العالم يوم القيامة ونشر خزيه أمام الناس في المحشر لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي كالمسروع الذي داخله الجن ومعلوم مما يحصل للمجنون من التعثر والسقوط فالذي يأكل الربا يصبح كالمجنون إذا قام من قبره لا حول ولا قوة إلا بالله ثم إن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي يعني اتركوا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فالذي يستمر على أكل الربا ولا يتوب لله يكون محاربا لله ولرسوله فليتوقع العقوبات والنكبات من الله سبحانه وتعالى وهذا يشهد له واقع العالم اليوم الذين استحلوا الربا واستباحوه ماذا يحل بهم من النكبات والزلازل والبراكين والحريق والعصارات الأعاصير التي تجتاح الأموال وما يحل بهم من الأمراض الوبائية المهلكة المدمرة وما يحل بهم بتجاراتهم من الكساد والخسارة والديون المتراكمة كل هذا عقوبات من الله سبحانه وتعالى حتى أفواني شيخ شهد بذلك خبراء غير مسلمين أن الفوائد هي سبب البطالة والتضخم نعم وكذلك كل ما حصل بالعالم من نكبات ونكسات وفقر وحاجة كله بسبب أو من أعظم أسبابه أكل الرباء سبحانه وتعالى كله والله جل وعلا قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله والله جل وعلا لا يخلف وعده وهو قادر على أن ينفذ ما توعد به والواقع خير شاهد لذلك في العالم أفرادا وجماعات ومؤسسات وشريكات وغير ذلك ماذا يحل بهم من النكبات ومن الكساد ومن الديون حتى يصبحوا في السجون المظلمة طيلة حياتهم أو كثيرا من حياتهم بسبب تعاطيهم للرباء نعم حسن الله إليكم هذا بالكتاب وأما السنة فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الرباء بأحاديث كثيرة صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الرباء وموكله وشاهديه وكاتبه قال عليه الصلاة والسلام الرباء بضع وسبعون حوبا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الرباء استطالة المر في عرض أخيه المسلم وأحاديث كثيرة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى من خلال الكلام في هذا الباب وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على تحريم الرباء إجماعا قطعيا تحريم الرباء إجماعا قطعيا في الجملة وأما بعض الصور وبعض التفاصيل فقد يكون فيها خلاف لكن في الجملة أجمع العلم على تحريم الرباء ولم يخالف فيه أحد فمن استحل الرباء فهو كافر من استحل الرباء فهو كافر ومن قال إن الرباء غير محرم أو هذا زمان انتهى والآن ما يقوم الاقتصاد إلا على الرباء والناس يعني لا بد لهم من الرباء والرباء وانتهى زمانه تحريمه فهذا كافر بالله عز وجل لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين أما المخالف في بعض الصور التي اختلف العلماء فيها هل هي من الرباء أو من غير الرباء فهذا ينظر فيه بحسب الدليل فإذا قام الدليل على أنه من الرباء فلا يجوز لأحد أن يقول أنه حلال وإذا لم يتبين الدليل فالأصل الحل هذا من حيث التفاصيل أما من حيث الجملة فالرباء حرام بإجماع المسلمين ومن استحله فهو كافر أما من أكل الرباء وهو يعتقد تحريمه ويقر بأنه مذنب فهذا يعتبر فاسقا لا يكفر لكن يعتبر فاسقا من جملة أصحاب الكبائر وهو معرض للوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى ومداخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الرباء وموكله وشاهديه وكاتبه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يستباح الرباء قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان من لم يأكل الرباء ناله من غباره ففي آخر الزمان يكثر الرباء ويفشو بين الناس كما هو الواقع الآن والذي نشاهده ونسمعه من كثرة المعاملات الربوية وتساهل الناس فيها فهذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أعظم أنواع الرباء الفاشه الآن الإقراض بالفائدة فالذي يقرض بفائدة هذا صريح الرباء قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو رباء وأجمع المسلمون على تحريم الفوائد في القروض إذا كانت مشترطة في العقد إذا شرط عليه قال لا أقرضك إلا بزيادة أن ترد علي أكثر مما أعطيتك أو بفائدة أو بمنفعه أي منفعه فهذا هو الرباء الصريح لأن القرض قربه وعقد إرفاق يقصد به إعانة المحتاج ثم يرد بدله على صاحبه هذا هو القرض الحسن الذي هو نوع من القربات وأما أن يستغل القرض لأجل الفائدة فهذا هو الرباء الصريح وهذا فيه إرهاق للمحتاجين إرهاق للمحتاجين لأن الناس بحاجة إلى الاقتراض فإذا قالوا لا نقرضكم إلا بزيادة هذا فيه إرهاق للمحتاجين وزيادة عليهم من غير فائدة ترجع عليهم فهذا باب عظيم من أبواب الرباء وهو القرض بالفائدة المشترطة عند العقد أو إذا كان نظام المؤسسة أو المصرف أنه لا يقرض إلا بالفائدة فهذا هو الرباء الصريح ومن أنواع الرباء المتفشية الآن الإيداع الإيداع بالفوائد بأن يدعى أمواله عند المصارف بفائدة معلومة بفائدة معلومة على المئة خمسة ريالات أو عشرة ريالات وعلى الألف كذا وكذا فائدة معلومة محددة هذا هو الرباء هذا هو الرباء الصريح وهو الإيداع بالفائدة وأنواع المعاملات الربوية اليوم كثيرة ولكن هاتان المسألتان من أكثر ما يقع في المصارف وفي الشركات والمؤسسات نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا مستمعين الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت خالد من أور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر